موسيقى السلام عليكم بيزي جدي اليوم ماتريند أجهزة القهوة الاحترافية وتعددها في السوق ونضعوا بصمتهم في هذه الفئة بجهاز أخذ شهادة تجربة المستخدم الممتاز وكذلك لوقات كثيرة تعملت ديرونغي تنزلها في هذا الجهاز سنستكشفها ببعض موسيقى وبعد ما فتحناها يا جمالو تلاحظون الشكل الشكل القريب كده من الراكت عصد تبخير وصارت زي الأوبسكار في مميزات أخذوها من أكثر من جهاز حقوها كلها في الجهاز واحد لاحظنا هنا الباسكتس صارت مكشوفة استغنوا هنا شركة ديرونغي عن الباسكت المضبوط صارت حجمها أكبر عن السابق الأول 14 جرام في الوينشوت والباسكت الثاني يشيل لحد 21 جرام لأنه معظم المكان اللي موجوده في السوق دبل شوت حقق 18 أو 16 أو 14 جرام بينما هنا انت وصلت لحد 21 جرام يعني تقدر تحضر كوبين إسبراسو دبل شوت بشكل خرافي الإضافة الثانية يا جماعة انه صار هنا عصد تبخير صارت احترافية بترى الحليب يا جماعة انه أقدر استخدمه أوتوماتيك وأقدر استخدمه مالوال برضو هالي ميزة جدا حلوة هنا الفتحات من لاحظون فتحات التبخير ثلاثة مسامات مثل قروج البخار يعني هتعطيك باور حلو في الارت والتي اي ارت عندما تصح الصباح ما فيك مود انك تبخر والكلام هاله تقدر تحضر كمية الحليب هنا تركبها بهذا الشكل ومجرد ما تحضر كوبين ونجاح هذا الجهاز أخذ شهادة اللي هو تجربة المستخدم الممتاز من قبر دماعة الريد دوت هذول هم ناس مسؤولين على تقييم المنتجات سنويا والناس المبتكرين والمبدعين حول العالم بيروحوا يقدموا فيها كل سنة من سبعين دولة حول العالم والأجهزة اللي بتاخد شهادة وتاخد تقييم من نفس جماعة الردد هذول اللي هم خبراء في الأجهزة راح يستخدموا هذه العلامة يحطونها قدام المنتجات عشان يبيعونها ولو شفت العلامة هذه موجودة على أي منتج يعرف أنه شيء مستخدم وتمتقيون من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال وبعد ما انتهينا يا جماعة من لفعة الفيديو راح ينشغل الجهاز بسم الله كما انتو شاك فين كذا أي جهاز قهوة تشغله ذر واحد فقط اللي هو زر الماء الحار في أي جهاز قهوة بهذا معناه أنه في عندك دورة غسيل لازم تسويها للجهاز أول ما تشغله عشان يتفرغ الهوى الموجود داخل الآل راح يستخدم الكوب هذا عط الموية ونضغط الزر هذا هذا العملية يحتاج هو أول ما تشغل الجهاز وأول ما تفتحه من الكالتون شايفين الجهاز جاهز للإستخدام الآن نلاحظ يا جماعة عندنا شاشتين الشاشة الأولى تقدر تتحكم فيها بعدد ثواني اللي تحتاجها عشان تطحن كمية القهوة اللي تعبيلك البورتافلتر في السنجل والدبل شوت عندي كمان تحكم مباشر بدرجة الحرارة مع كل كور تقدر تختار درجة الحرارة وعندك خمسة مستويات ثانية وتمت إضافة ثلاثة برامج فيها اللي هو برنامج الكابتشينو وبرنامج اللاتيني كاتو تستخدمها استخدام طيب إيش البرامج السابقة اللي كانت موجودة طبعا نفس الـ كان فيها ثلاثة برامج وهالي ثلاثة البرامج اللي تمت إضافتها عندنا هنا سخان الأكواب سار أكبر ويشيل مساحة أكبر عندي هنا درجة الطحن سار فيها درجات أكثر أول كانت ست درجات الآن ثمانية درجات في برنامج تمت إضافة اللي هو برنامج الـ في المنطقة هالي في الإصدار السابق صار فيه الـ عندي هنا زر الموء الحار زي الإصدار القديم خلاص ما رح نتكلم عنه بكده يا جماعة رح ننتقل ونشوف تجربة المطحنة وآداءها الآن عشان نختم الفيديو هالي ونتقل للجتئة الثعين اللعنبالي ما تحطت المينة الـ اللعنبالي رح تحدد عدد الثواني اللي تحتاجها هذا الرقدم قد يزيد وقد ينقص على حسب نوعية البون اللي انت تستخدمها فانت دازم تعمل تجربة 1 كوب 2 كوب في ثالث كوب رح تارك خطوة خطوة خليكم معايا عشان نضبقها ونعرف ايش خطوة في كل نوعية قهوة رح تغيرها لازم تسرويها رح نركب الباسكت الـ هذا الشكل رح أخلي على الثواني على الـ 14 دامي انا اخترت الباسكت حق الـ رح ارطيها option ورطيها اوكي انا اخترت عشان تعرف ان انا حطيت لها الباسكت حق الـ وانترد ما تركبها وتموتك تطحن معها يخبه وعندما نتخلص تحنة يا جماعة كبسة واحدة من السمارت تامبر الموجود في جهاز دلونجي كفائي هذهم أبحث كبسة اخرى منك كبسة واحدة إضافية طبعا لأمي زوائد شايفين هنا الحد كان أقل من الحرق فكمية القهوة أقل بشوية أجرب التجربة الثانية وأحط عدد قرامات القهوة على 16 ثانية بحيث يديلي المعيار المزبوط ويعفيلي الباسكت بشكل مزبوط طبعاً نحن الآن مستخدمين على أنعم طحنة عشان نشوف أنعم طحنة فيها كيف هذا يحتاج لها تنقلت السي كده هذه الكمية المناسبة التي تحتاج أنك تعبي بها البورت وفلتر أحنتها أشوفها جداً ناعمة بس هنشوف نجرب نختار البرنامج اللي أنت تبغى رح نختارها على الإسبريسو وبقعدين نشوف من هذه على أنعم طحنة قد تكون مناسبة قد يحتاج لنا أغير الدرجات الطحن فهنا النتيجة اللي هتقول لي طحنة كويسة أو غير درجة الطحنة لحيث هنعمل التجربة الثانية على نرفع درجتين على رقم ثلاثة ونبدأ نجرب على نفس عدة الثوائن حسناً أنا فعلي هنا في الشاشة بيبين لي كل خطوة أنا فأسويها وهي ثلاثة طوات في كل إن في وقت تام من جانب الخطوة الثانية الآن الخطوة الثالثة طبعاً نفس كمية القهوة تابعنا راح ننتقل على نفس الآلة ونعمل الإسبريسو ثلاثة طبعاً نتيجة تاكد وهي الدرجة شاهدنا طمقات إلخرايما فيها جدا راه يا جماعة واو وهذه النتيجة يا جماعة شوت إسبرسو مع صوبة كعيمة على الأقل أو شيئا طرشة الحرارة جدا عالية بعد كدا راح تحكم طرشة الحرارة وانصح انكم تستخدموها عن رقم ثلاثة أو اثنين انو حرارة الإسبرسو كدا is too much لكن انو حرارة إسبرسو 21 جرام 21 جرام بتسهل 14 ساعة فلتيجتها على طحلة رقم ثلاثة زي ما انتو شايفين على حسب نوعية القهوة اللي عندك إذا كنتم استخدم نوعية قهوة وشبت المرارة فيها كانت جدا عالية تقدر تلعب بدرجة الطحن وتخشنها شوية عشان تخف المرارة اللي موجودة في القهوة وتفسر على كوب قهوة زي ما انت تبغى لا تسخين درجة الطحن يعني درجة الطحن حقها تماما طعفة يعني أكثر من رائحة خلق الدلونجي حطها تكون في مواصفات يا جماعة بحيث تكون سهل كان على المبتدئ أو المحترف بشكل عام أخيرا بنتكلم عن نظام التسخين المستخدم هنا في الجهاز السخنين حيث أنه سخان القهوة منفصلة عن التبخير بعد آخر قطرة استخلاص تقدر تبغط بالحيث سخان الأقواب هنا صار أكبر وكذا يا جماعة هذا كان الجزء الأول من سلسلة فيديوهات لا سبيشال إستام ما يشوفكم فيديو جديد لو أحد عند سؤاله ويستفسار بخصوص هذا الجهاز أو أي جهاز آخر اكتب إياه بالتالي يا قاتل شاركني تجمع إذا ستبقى تشوف الإصدار السابق من هذا الجهاز وباقي ما شاء الله وشوف الفيديو تباها أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله